موسيقى رجعنا من الفاصل ومعنا محوران المحور الاول هو نجده في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسؤال والجواب والحوار والمناقشة حتى الملائكة يسألون سيدنا موسى وهو كليم الله من الرسل ذوي العزم يكلم فرعون وهو أخس من رأيناه لادعائه الألوهية أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت لهذا الكبر ولكننا نرى في صورة الشعراء هذا الحوار الرائع وهو أكثر ما في القرآن من تكرار كلمة قال بين المتناظرين حيث وردت تسع مرات نراها في قوله تعالى وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبئل ثم يدخل في الحوار مع فرعون قال فرعون وما رب العالمين كأنه لم يسمع بهذه الكلمة من قبل بالرغم من أن الكهنة وبالرغم من أن الرسل السابقين عرفوهم من هو رب العالمين قال رب السماوات والأرض يبقى قال ده فرعون وبعدين قال التانية موسى حوار وهو أكبر حوار في القرآن من ناحية الأخذ والرد قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون فرعون بيستهزئ بكلام موسى قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري شوف البرياحة لأجعلنك من المسجونين فرعون يقول لموسى هذا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين هذا الحوار فيه تسع مرات ما بين فرعون وبين موسى حتى ذلك الكافر الطاغية استجاب لدعي العقل الأول عرض سلطته أنا هسجنك ثم بعد ذلك لما رأى أن هناك بيّنة وأنه يمكن أن تكون هذه البيّنة صحيحة طلبها وخضع لها وجاء بالعلماء المختصين فيما يظن وهم الصحرة بعد ذلك وحدث ما حدث من مواجهة موسى للصحرة وكانت مواجهة فيها دروس كثيرة جدا في هذا المجال إذن فربنا سبحانه وتعالى يقر هذا الحوار حتى يعلمنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده حتى يعلمنا لقد كان لكم في قصصهم عبرة ذي أولي الألباب حتى يعلمنا كيف نهتدي بهذا الحوار الماتع بين من معه الحق ومن يدعو إلى الباطل هناك بحور آخر وهو تلك الحروف المقطعة التي تبدأ بها الصور هذه الحروف المقطعة نواجه في هذا الجزء كما وجهنا من ابتداء من الجزء الأول ألف لام ميم التي في البقرة والتي في آل عمران إلى آخره هنا نجد طاصين بسم الله الرحمن الرحيم طاصين تلك آياته القرآن وكتاب المبين هذه الحروف هي أيضاً جزء من نقل القرآن ومن إعجاز الأمر هذه الحروف العلماء على فريقين فريق يقول الله أعلم بمراده ولا نعرف ما هذه الحروف لكنهم لم يتركوها ولم يحذفوها من القرآن الكريم بل أثبتوها كما هي سميت هذه الحروف بالحروف النورانية لأن القمر له وجه منير وله الوجه الآخر الذي لاي وجه الشمس مظلم فأسموا هذه الحروف وعددها 14 وعدد حروف العربية 28 أسموا هذه الحروف بالحروف النورانية تشبيهاً بوجه البدر عند تمامه والحروف الأخرى التي لم تذكر في بدايات الصور سموها الحروف الظلمانية يعني الوجه الآخر للقمر النورانية والظلمانية ليس فيها معنى أن هذه جيدة وهذه رضيئة أبداً إنما فيها معنى أن هذه اختارها الله سبحانه وتعالى لأداء مهمتها كائنة ما كان هذه المهمة وكائن ما كان تفسيرها فهي تسمى بالحروف التي أنارها الله لنا مثل ما أنار وجه القمر هذه الحروف مجموعة وجمعها بعضهم في عبارات شتى من أجمل هذه العبارات نص حكيم قاطع له سر إذن فالنون والصاد نص حكيم الحاء والكاف والياء والميم قاطع القاف والألف والطاء والعين له اللام والهاء سر 14 حرف لما تعد هذه الجملة نص حكيم قاطع له سر يطلع أنه دول من 14 حرف اللي بدأ الله بها نون والقلم وهم يسطرون صاد قاف طاء ها طاء سين طاء سين ميم ألف لام ميم وهكذا ألف لام ميم را تجدها في هذا المجال هذه الجملة جملة مباركة وتكلم الغلماء عن معانيها كثيرا لكن الأمر الذي يلفط النظر أن هذه الحروف بقيت مكانها ولم يحركها النقلة بل تلوها كما هي وتركوا بعد ذلك للمجتهدين وللناظرين ولم يفتح الله عليه بمعانيها وهذا دليل جديد على حفظ كتاب الله الذي تولى حفظه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته